رحباً تابع آخر أخبار النادي الأهلي وفرق المختلفة وكافة الأنشطة اللي فيه مع زمنتنا العزيزة سالة حامد سالة موجودة حالياً في مقار النادي الأهلي بالجزيرة سالة صباح الفل عليك تفضليح نسمعينك صباح الخير طبعاً في بداية برحب بك يا كريم وأكيد برحب بك أنا هواند وبكل مشاهدي متابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان يوم جديد وحلق ده أكيد من بداية الأسبوع في عشر الصبح من الأهلي وطبعاً يعني زي ما عودكم تايماً على فقرتنا فقرة أخبار النادي الأهلي ولكن النهاردة هيكون بالتحديد من يعني ملعب مختار التتش في مقار النادي الأهلي بالجزيرة هيكون معاكم عشان أقل لكم كل الأمور والأخبار متعلقة بجميع الفرق الرياضية وطبعاً أولهم الفريق الأول لكرة القدم تحت كيادة مستر فيتسو الموسماني واللي النهاردة إن شاء الله يعني هيختموا جميع استعداداتهم قبل المواجهة بكرة المواجهة القوية والمهمة بالنسبة ليه فريق النادي الأهلي يمكن أهم يعني مواجهة بالنسبة ليه النادي الأهلي في مجموعته في بطولة كأس الربضة بكرة إن شاء الله نادي الأهلي هيستعد بشكل قوي عشان يواجه نادي الإسماعيلي ولكن النهاردة كمان من ضمن الاستعدادات هيكون في مسحة طبية جديدة لجميع اللاعبين عشان طبعاً الجهاز الفني والجهاز الطبي يطمئنه على حالة جميع اللاعبين وما فيش أي حالة طبعاً أو لعب مصاب بفيروس كورونا قبل مواجهة نادي الإسماعيلي فالنهاردة إن شاء الله هيكون في مسحة طبية جديدة لكل اللاعبين وكمان النهاردة التجمع هيكون الساعة 11 والتدريب هيكون الساعة 12 للعب النادي الأهلي والجهاز الفني على ملعب مختار التتشو عشان يستعدوا لمباراة بكرة إن شاء الله أمام نادي الإسماعيلي واللي هتكون ساعة 2 ونص بعد الظهر على ملعب استاد الجيش ببرج العرب في مدينة أسكندرية ده من نسبة لي فريق الأول لكرة القدم خليني بقى أنتقل وروح لجميع الألعاب الأخرى وهتدي معاكم بالفريق الأول لكرة السلة رجال تحت قيادة طبعاً يعني المدير الفني الأسباني مستر أجاستي إبوش وللنهاردة إن شاء الله نعندهم تدريب الساعة 2 على صالة الأميرة عبدالله الفيصل داخل مقر النادي ولكن قبل التدريب هيكون فيه زي محاضرة فيديو أو فيديو ميتنج لجميع اللاعبين نادي الأهلي عشان طبعاً مستر أجاستي والجهاز الفني يتكلموا معهم على بعض نقاط الضعف والقوة وبعض الأمور فيه مباراة يعني النادي الأهلي والزمالك هتكون بكرة إن شاء الله الساعة 8 على صالة نادي الزمالك وتالت مباراة لنادي الأهلي في المرحلة الترتبية لبطول الدوري السوبر لكرة السلة النهاردة إن شاء الله هيكون آخر التدريب وآخر استعدادات قبل مواجهة نادي الزمالك بكرة إن شاء الله كمان سيدات السلة نهاردة إن شاء الله هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي الساعة 7 بالليل عشان يستعدوا للفترة القادمة يمكن يعني سيدات السلة خليني يقولك يا نهواندو يقولك طبعاً يا كريم إنه سيدات السلة حالياً هم في فترة التتوقف من جميع المباريات والمواجهات في بطولة الدوري ده طبعاً بعد ما انتهوا من جميع المباريات في الدور الأول وإن شاء الله يعني هيستأنفوا يعني جميع مبارياتهم في الدور الثاني ولكن في شهر فبراير القادم وأول مباراة نادي الأهلي هتكون يوم 5 فبراير القادم أمام نادي الشمس دي هتكون أول مباراة بنسبة للنادي الأهلي في الدور الثاني من بطولة دوري السوبر استكمالاً لجميع أخبار الفرق الرياضية كمان خلينا نتكلم شوي على الكرة الطائرة وفتايات إلا ذهب تحتها طبعاً الكابتن حمدي الصافي نباريح كان عندهم مواجهة قوية ومواجهة مهمة في بطولة إلا دوري مع نادي الزمالك على صالة الشرقية للدخان واللي انتهت بفوز يعني نادي ناوي فتايات إلا ذهب بثلاث أشواط مقابل لشيء يمكن كانت يعني نتيجة الأشواط 25 عشرة 25 12 و25 16 ويعني كانت ممكن نقدر نقول أن كانت مباراة سهلة بالنسبة لفتايات إلا ذهب أمام نادي الزمالك وبعد المباراة دي كده يعني نقدر نقول أنه فتايات إلا ذهب هم في صدارة ترتيب يعني بطولة الدوري بدون أي هزيمة يعني بساعة ما بدأوا يعني جميع مباراةهم في بداية الموسم لحد الوقت ما تلقوش أي هزيمة في بطولة الدوري كمان النهاردة ان شاء الله يعني هيوصلوا التدريبات بشكل طبيعي فتايات إلا ذهب بدون راح يعني بعد مباراة نادي إلا زمالك وان شاء الله يعني يا كريم بعد التدريب هيتجهوا مباشرة لمدينة الأسكندرية والجهاز الفني عشان دخولوا فيه معسكر مغلق استعدادنا لي يعني موجة نادي إسموحة بكرة إن شاء الله يمكن الموجة دي كانت مؤجلة الفترة الماضية بسبب الأحوال الجوية فبكرة إن شاء الله عندهم يعني مباراة مع نادي إسموحة في بطولة الدوري على صالة نادي إسموحة في مدينة الأسكندرية كمان رجال الطايرة يعني بعد ما قرعت كاس مصر لكرة الطايرة تمت القرعة يعني وضعت الماسترز أو رجال الطايرة في مواجهة يوم الجمعة مع نادي جزيرة الورد في مدينة المنصورة في دور الاثنين وثلاثين ده بالنسبة لي يعني رجال الماسترز وسيدات الطايرة عندهم مباراة يوم الجمعة كمان مع نادي دالفي دالفي وده هيكون يعني برضو في دور الاثنين وثلاثين في بطولة كاس مصر يوم الجمعة يجديني أنا هاوندو يا كريم كانت كل الأمور والأخبار طبعا متعلقة بالنادي الأهلي وجميع فرق الرياضية وطبعا استعدادات الفريق الأول لكرة القدم لمواجهة الإسماعيلي بكرة إن شاء الله في بطولة كاس الرابطة المصرية المحترفة للأندية طبعا أنا معك هاوندو معك يا كريم لو في أي سؤال والآن نعود مرة أخرى للستوديو طبعا نكلم عليك يا كريم طبعا طيب خليني بس أروح معاك لأننا وكريم كنا منتكلم دلوقتي برضو عن فكرة هنا يعني التقس عايزين نعرف منك تفاصيل أكتر برضو يا سالة عرفينا كده والحالة المرورية لو حد برضو من أستاذ المشاهدين بيتابعنا وعنده مشوار يعني في الساعات القادمة يقدر أن هو يطمن منك إزاي تفضلي بالتأجيز هنا والعوين طبعا خليني طبعا في البداية أطمن جميع الجمهول النادي الآله وأعضاء الجمعية الرهمية على يعني되 حالة التقسو والحالة المرورية كان 소حة المرورية طبعا جيدة كان أنا نهار دا كنت جاي يعني لفرع أو مقر النادي الآلي بالجزيرة طبعا عشان كون معكم يعني على هوا مباشرة قبل ما يجي كان الحالة مررية جيدة ممكن أنا كنت جاي من ناحية الدقي والمهندسين والزمالك المناطق دي حالة مررية فيهم جيدة كمان بالنسبة لحالة التقس يعني حالة التقس خليني أقولك أن هواد الحالة يعني مش مستقرة على حاجة يعني شوية برد شوية حر شوية فيه شمس شوية فيه بعض الرياح يعني حالة التقس بالنسبة يعني لأعضاء النادي الأهلي لو حد حب أنه ييجي ويكون متواجد في النادي يعني في الساعة الأولى من صباح اليوم يعني عايزة أقوله أن الحالة التقس مش مستقرة شوية برد شوية حر بس برده طبعا يعني يتقلوا شوية في الملابس وأنهم يعني يعملوا حسابهم أن طبعا الحالة التقس ممكن تنخفض شوية ودرجات حرارة طبعا تنخفض رائع جدا عايزة أقولك يا سالة كان فيه جرار وراجي كنت يعطي خبتي سعدت على خير شكرا لك يا سالة جدا على هذه التخطير والله نقلي اشتركوا في القناة